اعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ان مملكة البحرين قد احتلت المركز الاول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم كما جاءت في تقرير مجموعة بوستن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة والصادر في شهر يوليو 2019 بما يعكس الدور الايجابي الذي يلعبه التعليم كركزة تنموية اساسية تسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين واضح الوزير ان التقرير قد اكد حدوث تطور في اداء التعليم في مملكة البحرين بشكل لافت خلال السنوات العشر الاخيرة اذ قفز ترتيبه من حيث دوره في التنمية من المرتبة الرابعة والستين دوليا وبمعدل بلغ سبعا واربعين نقطة فاصل ستة في العام الفين وثمانية الى المرتبة التاسعة والثلاثين دوليا وبمعدل اربعين وستين نقطة فاصل ثمانية في العام الفين وتسعة عشر اي بنسبة تقدم تساوي خمسا وعشرين مرتبة وتتجاوز ستة وثلاثين بالمئة في الوقت الذي تطور فيه المتوسط العالمي الخاص بالتعليم بنسبة اثنين فاصل اربعة عشر بالمئة وذلك من احدى واربعين نقطة فاصل تسعة في العام الفين وثمانية الى اثنتين واربعين نقطة فاصل ثمانية في العام الفين وتسعة عشر مشيرا الى ان هذه النتيجة المشرفة تتطابق تقريبا مع ما جاء في تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو والتي بوأت مملكة البحرين المركز الثامن والثلاثين دوليا فيما يخص تحقيق اهداف الالفية واعتبرتها من الدول ذات الاداء العالي في تحقيق تلك الاهداف